أبتدت أجهز الأدوات اللي هنقدمها للأمم المتحدة علشان نعتبره مؤسسة إرهابية عايز أرمي من إيدهم هذا السلاح يعني هو يقول سيد الإيماني كافر ما تسمعوش لي مسلمين فأنا الحقيقة جاي أقول لهم من آخر أنا كافر فأنا الحقيقة جاي أقول لهم من آخر أنا كافر من كان منكم بنزاهته فيلقمه فليلقمه بحجر يجب الاعتراف بأفضال سيد القمني والسؤال لماذا حاربوه وما هي أفضاله علينا مهما قيل ومهما اتهموه لماذا يسبونه ويستمونه الزمان كله ولا أحد يفكر بالرد عليه لماذا نقرأ التعليقات التي تكرر كلاما متشابها كلها تكفير وتخوين ولا تكاد تجد تعليقا واحدا يرد على ما قاله الراحل هل أن الناس فرغت عقولها لحسها الكهنة وأفرغوها تماما من كل حس نقدي أو إنساني سليم أين المشكلة في وجود شخص لديه رأيه الخاص فليكن كافرا ملحدا يحارب الدين الإسلام أي شيء أين المشكلة لماذا يصرخ المتناعمون بدفئ الحضيرة من أي محاولة للخروج من سياجها الوهمي فقط لمشاهدة ما يجري في العالم واكتشاف أسرار تقدم الأمم والشعوب المعاصرة هل كان سيد القمني محقا حين قال نحن في قاع مزبلة الأمم فأنصح بعض بعض قوله هذا فهل ننكره عليه ونرفض البحث عن السبب ومعالجته من من الذين هاجموه أكثر منه نزاهة وتواضع وفقرا وشجاعة وأخلاصا وتعففا عن متعدد دنيا وأموالها وابتعادا عن كبار شياطينها السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من أوهام الدين في هذه الحلقة سنتعرف بعمق أكثر قدر المستطى على ما قاله سيد القمني تحديدا في كتبه ومؤلفاته سنحاول التوغل أكثر في معرفة هذه الأمور الدقيقة نوعا ما التي أثارت حفيظة كثيرين ضده وسأحاول هنا تتوجه في اتجاهي الأول هو تحليل ردود الأفعال على القمني وأيضا فكرة موجزة عن تراثه الفكري وقد تكون الحلقة مقدمة صالحة للتعريف بفكره وآرائه فيما يتعلق بالتاريخ الإسلامي والدين الإسلامي فكونوا معي وأهلا وسهلا بكم وأتشرف بمتابعتكم وأتشرف أكثر عندما يكون لما أطرحه فرصة لأن أستمع على التعليقات وآراء حتى لو كانت ضد ما أقوله أطرحه فأنا رحب به جدا لأنه هو هذا الهدف من قناة بأكبرها أن نفتح واحل الحوار الذي ليس فيه محاذير كثيرة وإنما فيه نوايا حقيقية لمعرفة ما نحن فيه وهو فيما يصعفنا على تقديم الأفضل مستقبلاً هو من يواجه الوحش في عق داري وداخل قفصه أنت كبير من الذي علمنا السحر أتمنى أن يتم الاحتفاء بشخص سيد القيماني وأن يتم تكريمه لأكثر من مرة هذا واحد من كتب الراهل سيد القيماني انتكاسة المؤمنين هذه كلمة لأهدى الناشطات على صفحات الفيسبوك هذا كلمة لبنته وتحدثت فيها عن عدد لاحظوا عدد الرفض هذه كلمتي الخاصة على صفحة الفيسبوك عن الراهل أيضا دكتور خزع الماجدك تبرثاء للدكتور القيماني عبدالله رشدي هالي المضادين الذين رفضوا والذين تشمتوا بوفاة القيماني ولاحظوا هذا الكلام الذي ذكره أيضا هذا شخص آخر كتب عن كبير الملحدين سمى هذا خالد المصري الملحد سيد القيماني يعني هو يصنفون العالم كما يشعون ممكن توقفون الفيديو وتشوفون الكلام بالدقة أيضا هذا واحد اسمه أشرف صبري رحل عن قاهر ظلام التطرف هذا ويعني يعني على اساس الحجاب فارول هذه مهمة هذه الأبارة جدا هذه الكلام يعني أنت كبير من الذي علمنا السحر أنت كبير من الذي علمنا السحر حامد عبدالسامر المرأة وتأتي له من التراث بقصة الست اللي راحت للنبي وقالها تلاقيك بستي ولا فاخستي بس ما فيش مشاكل يا عمي سيب بنتك تبوست وتمشي وتنبسط يعني عشان يفهم ده وأنه ده مش حقيقي وأنه قريب النبي وكانوا بالولية جوزة يموت النهاردة تاني يوم تتعطر وتلبس وتفتح السياب بتاعتها وشان تتمشي تدلع قدام الرجالة في الشوارع عشان تجيب عريس وعمر عبدالخطاب قال لها يا عائشة يا الله إنك لقطة وإني أراكي يا قطة فراحت شكت للنبي تحط بقى الحاجات وتجيب الحجر الأحمر ده تصحانه وتدهن وشها وتزبط رحها وتمشي في الشوارع كده عشان تجيب عريس ما زعيلش منها زعي من عمر قال ما بقى لأخوامي يؤذونني في أهلي الملحدين بيقول لهم قلبي بينشرح لما بشوفكم وبحس أني تعب بما رحش هدر قلبي هينشرح بالمشايخ أنا قلبي هينشرح بالشاب ده مش لأنه قال حد مش قضيتي حضرتك عايز تبقى ملحد كلامي وصلك إلى أنك تبقى مسلم مستنيرة سيدي وقادر تأخذ الأيات المكية تفعلها وتركن المدنية ومتوافق مع نفسك ماشي ما عنديش مشكلة معاك الشباب اللي متمسك بإسلامه حس أن أنا فهمتوا إسلام جميل يتوافق مع الحداثة وبأراضي مع المجتمع وبيقابل إخوان المسيحيين وبيروح الكنيسة وبقصر معهم وببيش ربيه والمبسوط بيسلم عليه بقول لي زكى مولانا لكي تصل إلى بيته يجب عليك اجتياز عشرات الأبواب والأخفال كان مأزولا فقيرا محاربا مهددا مع هذا كانت اللعنات تلاحقه من عبيد الكهنة ورجال الدين وأتباعهم العم الصم البكم كانت كلمة واحدة لا دعا من فمه تشعل نار ملايين المتعصبين المغسولين عقليا وجها وقفا مع أنهم يدعون ليلة نهار أنهم هم وحدهم الغالبون درس القمني تاريخ شبه الجزيرة العربية قبيل مجيء الإسلام وبعده كما تناول برؤية مختلفة نشأة الدولة الإسلامية وقيادة الرسول الكريم لها وناقش العامل السياسي في اتخاذ القرار الديني في التاريخ الإسلامي من كتبه الشهيرة الدولة المحمدية ورب هذا الزمان والحزب الهاشمي كانت للقمني كارزمة أعلامية جلبت له الشهرة وطبعا العداء الإسلاميين أراءه الجريئة أحرجت الجميع حتى الذين يؤيدونه كتب أغلبها ممنوعة ومصادرة خاصة كتاب رب الزمان الأعداء أو الذين يدافعون عن حياض الدين الذين يدعون أنه هذا الدين هو الدين الصحيح يدافعون عنه وطبعا هذا كلام مصحح قالوا مثلا مات سيد القمني الذي كان يفاخر بكفره ويسخر من الله ورسوله ومن القرآن هذا شخص تافه كان يقدم نفسه كمثقف وتنويري لكن لا علاقة له بفكر أو ثقافة بل كان مجرد حكواتي أضحوكة طبعا هذه الحكواتي هم كلهم اللي يعترضون على القمني هم حكواتيين بالكامل واستنساخد يعيدون الكلام نفسه وليس لديهم أي شيء جديد على الأطلاق هذا الشتام واحد من الشتامين لا على التأيين اختاريته لأنه كلامهم نفسه يعني copy paste هذا يقول نموذج لمن يبيع دينه مقابل أجر مهما كان وزنه وزن هذا الأجر إلا أنه زال طبعا هذا كلام مصعب ومن يبيع ويشتري هو بالدين هم أهل الدين الآن اللي لقيتهم قصور وحسب ونسب وسيارات آخر موديل الرجل عرفه يعني عرفه شخصيا قبل 30 سنة التقيت به وإنسان بسيط جدا حتى يمكن حتى اليوم اللي مات بي حتى ما عنده سيارة أبسط نوع السيارات ما عنده ولا عنده حتى بيعت كلها بحيش حياته كلها إيجار وبحياته كلها ما أخذ فلس من أحد على كل حال هذا كلام باطل وأنا أقول هذا الأشخاص الشتامين أبعد لهم رسالة أنه أنتم سهيع أنتم يعني تتكئون على التيار العام الذي يساندكم لكن بالحقيقة أنتم هذا التيار لا يساندكم هذا التيار خائف جبان يرقص على الإيقاع نفس السائد وينعقون الأغلبية قال لك مات الملك عاش الملك هؤلاء يسيرون خلف الأقوى أي جهية الأقوى هم يسيرون خلفها هذا القائد العام في كل من يكرر كلام ويدعي بأنه يناصر الدين أو مرة أحلى في أيام صدام تلقى واحد يقاتل نفسه على صدام وتسعين بالمئة من الناس يزبحون نفسهم دفاعا عن صدام لكنهم متعودين على القضوع متعودين على القبول أنهم يرقلون أي شيء يكسر يعني يسمونه الأمن العام فبالتالي هم ما يقبلون أي خروج على الإيقاع أو أي خروج على الإجماع شوفوا الإيقاع والإجماع وكأنما هناك شيء مشترح فأنا أقول ماذا فعل القمني حتى يستحق كل هذا الطعن الرجل قال رأيه ومثل غيره في التراث العربي الإسلامي وهذا التراث هو متاح للجميع وكما يقال كل يأخذ كل يؤخذ من كلامه ويراد والمجتهد ولكل مجتهد نصيب يعني هذا بالتراث أنه هو نفسه يقول هذا الشيء أما أن واحد أننا نطلع ونرفض أحله حتى الشرع الإسلامي نفسه من رأي وإجتهاد فهذا ما يدعو للتكفير يدعو للتعمل ويدعو للحوار ويدعو للنقاش ما راح تنقله بالدنيا يعني فماكو مسلم أعتقد ليس هناك مسلم أكثر آني إيماني أكثر من عندك أو أنت إيمانك أكثر من عندك إلا أنت عندك سك رسمي من رب العالمين يقول بأنه الناطق الرسمي بإسم رب العالمين فما يصير هذا الكلام يعني هو هذا سبب الخراب العام وأيضا يجي بعد ذلك هو أكبر كاهن في الدين ومستولي على الدين ويقول لك لا كهن في الإسلام هو كاهن ورواتبة وفلوسة ويقول يتحدث بإسم الله بس لكن ماذا تفعل هذه الأغلبية تحقد وتكره وتقات كما يعني كما تقات لا أستطيع أذكر هذا الكلام على كل حال السؤال هل للقمني أفضال علينا أنا أعتقد نعم له أفضال كثيرة علينا أكثر بكثير من الرجال الدين والذين يدعون الدين والسؤال قبل أن أتحدث عن أفضال القمني سأتحدث عن أفضال هؤلاء الرجال الدين ما هي أفضال الرجال الدين عليكم هل قدموا فائدة واحدة لكم ما الذي حصدتموه من تبايتكم لهؤلاء أتحداكم أتحدى أي واحد يطلق لي فائدة واحدة لذولة أنتم مجرد خائفين ومتابعين لهؤلاء لا أريد أتحدث بلغتهم على كل حال سأطرح السؤال بعد ذلك في هذا الاتجاه المهم أنا أقول لازم نشكر القمني على ما فعل وكما كان يقول الرجل بصراحة احذروا من الإسلاميين احذروا من الأهزاب الإسلامية منذ سنوات من الثمانينات الرجل يكتب ويقول احذروا احذروا وبفعل كل ما قال تحقق الذي حذر منه الإسلاميون لم يحصل والذي الذي حذر من الإسلاميين اللي هو من أمثال سيد القمني وأنا من الناس من السنوات طويلة أتحدث عن هؤلاء أخطر ناس حدث بالفعل اللي قال حصل بل حصل أكثر مما قلناه وخرجت علينا دائش والنصرة وحماس سؤال هذا جزاء من حذركم من اتباع خطى السلفين والإسلاميين والوهبين من منكم لم يتضرر من هؤلاء ماذا قدم لكم القمني على سبيل المثال قدم لكم حذركم من هؤلاء وبالفعل كل تحذيرات تحققت الدرس الأهم الأهم من أي درس هو أنه كان رائد وقدم بغض النظر عن رأينا عفنا سم الرأينا بما قاله لكن كان يحذرنا من هؤلاء قدمنا فرصة أن نكون شجعان أيضا فوق هذا طبعا الدرس الأهم الذي يتحدث عنه قدمنا فرصة بأن نكون شجعان أن نكون أكثر أكثر شجاعة واتحامية وقدرة على مواجهة الخصوم أو الذين يجرون مجتمعاتنا نحو القاء يعني المجتمعات تحاول تظهر على السطح وهؤلاء يجرونها ويحملوها أثقال أكبر من أثقالها حتى يرجعوها في أسفل هذا القاء هذا القمني وأمثاله قدمونا فرصة حتى نشجع وما نتردد في النقد والتصريح بآراءنا أنا بصراحة مرات أشوف من قلال أشوف الناس بس يحاولون يطون يحاب أنهم مع الإيقاع غير مختلفين يحاولون أن يرتبون حياتهم بحيث يبدو أكون هناك سلطة قاهرة عليهم جميعا أنا واثق بالتالي أن 70% ما لا يقل عن 70% من المسلمين والعرب هم واثقين تماما من أن القمني وغيرها والناس التنويرين هم على حق ويقولون الأشياء الصحيحة بدقة وأن هم نفسهم دولة 70% مجتمعاتنا لديهم الأفكار والشكوك نفسها أيضا 78% من المحجبات يعرفنا حق المعرف أن الحجاب ليس بفريضين وكل هذا الكلام واللغط كلها محاولات لذر الرماد في العين كما يقال أنتم لماذا خايفين لماذا صامتين لأنهم خايفين رجال لماذا؟ لأنهم رجال الديني يحتلون الشارع مختلفين الشعوب منذ ألف عام وحق الموجودين ومثلون في كل مكان دائما نكرر هذه العبارة يعني ليس فقط الناس خاف منهم حتى أتات السياسيين يخافون منهم الكبار المجرمين السياسي أيضا يخافون منهم فهذا الخوف يمكن يكسره عندما نتحد هؤلاء وعندما الناس لأن سلطتهم تستمد من الناس عندما أنت تكسر هذا الحاجز ينتهي الموضوع كله لأن هم ناس تشوف العبار اللي حيت هو كش معكم بس لسانة طويل وحافظ لجمل غامضة لا تعرف شين معناها وراح أقول لكم شون رح تفحصوها بعد ذلك المهم نفاصل ونشوف ما الذي علمنا إياه سيد القمني قدم لنا درسا أخلاقي رفيع المستوى قال لنا علمنا كيف نمتلك أخلاق رفيع ونتعلم فن احترام الآخرين بغض النظر عن أي شيء آخر حتى قبل أن ينطق الآخر بأي كلمة هذا اللي يجب أن نتعلب من سيد القمني أنه ليس كل من يقول شيء أن نرده إذا كان شيء لا يجب بالعكس أنه هناك شيء أساسي في الحياة بيأكمله أنه نحترم الآخر بغض النظر عن رأيه قبل أن يتحدد وقبل أن يقول أي شيء لتعلم على فن احترام هذا الآخر هذا الدرس اللي لازم نتعلم من تجربة القمني وأكثير من الناس الذين يخرجون على فساد من حقهم فلابد نتعلم على هذا الشيء لأن هذا سيؤدي لنا هذه الأخلاق ضرورية جدا مو للآخر اللي نحن متضادين معاه فكريا لا إنما لكل واحد من إذنى فنحن عبر هذه الطريقة راح نقدر نمتلك حصانة أخلاقية وإنسانية هو هذه القضية هذه حصانة راح تنفعنا ليس فقط في الحياة داخل مجتمع متسامح ومتفهم يعني متفهم لحق كل واحد فيه أن يقول ما يشاء بل أنها تجعلنا ننصة للآخر نتقن فن الإنصات للآخر وسماعة ومحاولة فهمه بدلا من أن نهاجمه هذا الإنصات وهذا الفهم للآخر راح يوفر لنا أشياء عظيمة جدا منها أولا أننا نسمح لأنفسنا ممراجعة أفكارنا واكتشاف قدرتها على الحياة وسط الأفكار الأخرى المجائلة إلها ثانيا بكنا من فحص خطاب الآخر واكتشاف مقاصده ما هذا يقصد بهذا الكلام بتجرد تحول نفسك إلى كأن كأنما أنت بتفرج وتحاول أن تفهم ما يدور حولك أو ما يقول الآخر ثالثا تنمي الحساسية النقدية وبعدها ستزداد القدرة على اكتشاف الأفكار الجيدة من أفكار المسمومة التي تنتهك حق التعبير والاختلاف وهذه مسألة أساسية جدا رابعا تزيد من ثقتنا بأنفسنا وتضاعف من إمكانياتنا العقلية خامسا ترفع من مستوى الآخرين جميعا مع الوقت يعني نشوف أنه الكل يوفق هذه الطريقة لأنه مبدأ احترام الجميع مهما كانت أفكارهم وأن تدعي الجميع يقولون ما يقولون واراءهم واختراحاتهم وأيضا يفعلون ما يشاءون أنا ما تدخل إذا عندي بيتي جيراني عايشة الوحدة أو بني عايشة الوحدة ويجي صديقة أو زوجها ما لا يعلق بهذا الموضوع وهذا احترام هو هذا أيضا يجي لها علاقة بالاحترام مهما احترام الأفكار احترام السلوك الآخر ما دام عنا ما يظهر أنه قاعد بيتي شنو علاقة بيين وهكذا العملية هي تموت عندما تربطها بالله وبالشريعة ومعرف أيش وبالقوانين وبالسلطات رأى تقرب لكن هو عندما تدع كل واحد على مساحته الخاصة وعلى تصرفاته وانتهى الموضوع تنتهي كل 90% مشاكل تصدقون تنتهي المهم واضح أنه في قضية القمني مثلا أنا لاحظت كثيرين يهاجمون القمني بس كما قلت ليش لأنه فقط لأنه ملحد كافر علماني غير مؤمن ينتقد الصحابة ينتقد الدين ينتقد يعني يسخر من التاريخ طبعا هذا هذا كلام سخيف شوني قيمته يعني واذا هاجم التاريخ واذا هاجم الدين واذا هاجم الصحابة هو هذا رأي تشالك به هذا يعني ما ما لها علاقة هاي كلها موتهم الواضح ان اللي هاجم مو غرض الهجوم بل غرض ان يأكد على ان انسان منظوي ومستسلم لما تقوله الجماعة الهجوم بالتالي هو اعلان عن عن الولاء والخضوء لرب الجماعة وهو من هو رب الجماعة هو رجل الدين الذي يعبده الجميع هاي الحقيقة اللي سماها القمني الوثنية الجديدة كما هي بالصورة الاولى اللي طلعت في الفيديو السؤال ما هو دور المثقف والمفكر او المختص بعي شيء ما ما هو لازم اسأل نفسنا وظيفة ان ينتقد بل وبشدة هاي وظيفة الاساسية انه ينظر ويقرأ ويستقرأ ويحلل ويفكك الواقع وتاريخ هذا الواقع وتراكماته ويقدم للناس وما يقدم يظل يصفق يعني احنا شنو يعني عبيد وهذا دور المثقف ان يقدم نقط حقيقي وسليم وعلينا ان نحترم اي مثقف مهما كانت افكار قاسية وغريبة وغير مطروقة هذا الغرب هكذا تقدم هكذا تقدم تعلموا بالعكس كانوا ايضا فولتير وجماع وجان جاك روسو وكانت كانوا يعني يعني عانون الامرين لكن بعد ذلك ايقنوا بانه دعهم يقولون ما يقولون هؤلاء هم هم الذخر الرئيسي لمجتمعنا حتى اذا كان كلامه مغلط هو رح يحرضنا على التفكير وعادة التفكير وتجديد الفصن الانسان كيف احنا وصلنا لما نحن فيه الان غير عن طريق النقد والنقد الذاتي والمتابعة والتدقيق والتحكيك والتفكيك والتحليل فبالتالي دوره مثقف هو هذا المثقف هو دوره ان يقدم دائما معارضة مستمرة كل ما هو موجود ودائما هناك اخطاء بالموجود فهو بالتأكيد رح يقدم لك شيء هو مضحي يعني هسأل شنو الرجل شنو يكسر بحياته حتى عائلة تضررت بسبب مواقف وسبب اسرار على هاي المواقف معناته شنو معناته هل هو كارح بل بالعكس هذا الرجل محب ويحب يقدم شيء وما كسب شيء على اطلاق بالعكس الآن الغلبية ضده لكن وهكذا الكبار والذين لديهم موقف حقيقي دائما يضحون بكل شيء من اجل ان يقدم شيء حقيقي للناس حتى ما يكون كلام عام ادعوك فقط اي واحد يترك كل شيء يعني كل شيء عرفة وما احترامي الكامل اي شيء عرفة دين مؤتقد كذا يخلي على جنب ويحاول ان يفكر فقط في كل جملة يقولها رجل الدين او يعني تابعوا رجل الدين ما يقول سمعوا خمس دقائق وحاولوا تتأملون بهذا الخطاب مالته رح تكتشفون ان هذا الخطاب غامض وغير مفهوم وفيه اشكالات كثيرة جدا واني واثق من هاي النتيجة واللي واثق من اكثر انه الناس لا تعبد الله انما الناس تعبد الدعاة ورجال الدين وهؤلاء الذين يصفقون لهم لماذا السببب بسيط لان الناس تريد شيء جاهز وتقدموه هؤلاء وسطع بينه وبين الله اي وسيط بينك وبين الله هو كاهن كاهن يأخذ يأخذ فلوسه من عرق جبينك وليس من عرق الجبين هو هو موجود وسيط بينك وبين الله ويقدم لك الله بطريقته هو بمزاجه فانت تعتقد بانك تعرف الله وتؤمن الله وتعبد الله لكن بحقيقة تعبده هو لانه لا يوجد الدعاة انتهو سيقدم محاضرة الرسول الرسول اتى برسالة وانتهت الرسالة قال اليوم اكملت لكم دينكم وانتهت اعلان سريع لا يقبل الجدل ولا النقاش ولا التفسير ولا التأويل اليوم اكملت لكم دينكم ورذيت لكم الاسلام دينا الداعية الوحيد هو الرسول تجسر داعية براسي هذا شيء لا يكتفي بين يكون داعا يقول هذا هو الإسلام وهذا هو الدين ولا يقول هذا رأيي لا يقول لا هذا كارثة كارثة عليكم معناتها أما أنت تكون عبد أنت تعبد هؤلاء ولا تعبد الله ولا تقدر الإسلام ولا لديك إيمان بمحمد لديك إيمان بهؤلاء من الشيخك يقول لك هو هذا الإله الذي تعبده وهذا أنا واثق منه رح أقدم أدلة أدي ألف دليل عليها فبس أتفرغ وقدم لكم ألف دليل لا تردون على هذا الموضوع أختم هذا الجزء وأقول من يستطيع اتهام القمني بشيء؟ هل ترك خلفه تروى؟ هل نشر كلمته وأفكاره من أجل مال أو جاه أو منصب؟ كلنا نعرف أنه عاش فقير مطارد حالة حال جميع التنويرين الذكرة كما قلت أن الذكرة التنويرين هو يعني ما يوصل إلى مصاب التنويرين يعني هو رجل يعني أدى جهد البحثي والتاريخي لكن هو أدى قدرته على إثارة الرأي العام وأن يصال صوته والأفكار الأساسية ورح تناول موضوع الإرثة المعرفي وهو ليس بالإرثة الكبير جداً لكن بالقياس إلى الآخرين هو قدم شيء ممتاز وكان إلى حظورة بين الناس وإثارته واللي رح أيضاً يطرق لها يكفي أنه ليش هو الآن هذا في حالة يعني هو وعائلته عايشين الأمرين بنت اليوم تقول هذا يجي عبد الله رشدي يتحدث عن أبوي يقول أنه باع دنياه بآخرته بدنياه من الذي باع آخرته بدنياه؟ هو لو أنت يعني هما يتحدثون عن أنه باع آخرته بدنياه كأنما هو يعني يتحدث كأنما القمني كان عايش في قصور وفي حسب ونسب وعايش في خير عميم ويكسب ابن اليمين واليسار رجل عاش فقير أنا عرفه ولكل الناس عرفه ليش ما تقولون لو كان عنده سيارة كان قلبت الدنيا لو أدى بيت باسمه كان قلتوا هذا شوفوا أدى بيوت وشوتوا قصة هذا عيب عيب هذا أصلاً كارثة وعار عليكم وأنا أعتقد هذا عار كبير عليكم يعني ذكروا بالتنويرين الآن ديكارت، روسو، جانجاك روسو، فولتير، سبينوزي هذول كلهم معانا وأشد المعاناة روسو راح على جبال القلب بسعد عاش هناك انهزم من قبل رجال الدين بسبب رجال الدين فولتير أيضاً انهزم من أنتم ديكارت انهزم راح للسويد ومات بسبب أنه صاب بن البرد ما للسويد ومات هناك بسبب خوفه ومن كتب كتابة عن رسالة في المنهج انهزم إلى هورندا والآن من الذي يحتفي به الناس ويرفع الشينا من؟ الذين قاوموهم والذين كتبوا وضطهم الكتب وحاربوهم لا بالعكس جانجاك روسو الآن هو كل قيمنا والعقد الاجتماعي وهذا يعني مصماخ أساسي في حاضرنا وواقعنا على كل حال راح أتحدث عن الجانب الآخر اللي هو الفكر القبني كمواطن صالح في وطن في أن من حق غيرك أن تكون له حرياته الخاصة وأنك تحترم هذه الحريات أنه أساسك وجدرك الوطن ثم الإنسانية قالوا عنه أنه يتناغم مع الغرب المستعمر قديما والمستبد والمسيطر حديثا قالوا أنه لا يفرق بين العلماء الرسميين ولا بين مؤتدل ومتشدد بل ولا يفرق هو والعلمانيين في خطابهم بين الدين الرسمي والإسلاميين لديهم كل الإسلاميين وفي سلة واحدة هكذا يقول يتهمونهم اتهمها الأزهر بأنها مؤسسة رجعية تغذي التطرف والغلامية قال أيضا أن قيل عنه أيضا بأنه كان من أشد العلمانيين طيشا متهورا وتفننا في كيل الشتائم المتنوعة المخالفية هذا هم اللي يتهمون عنها هكذا وأنه أتاش على القمامة هكذا قالوا عنه التي خلفها المستشرقون والصهاين وأنه لفرط أشقه للقمامة وشدة غرامه بها لا تقع عينه إلا عليها يعني هذا شيء يعني ضحكني قالوا أيضا بأنه ملأ كتبه شتما وسبا وتعقيرا في علماء الأمة على مر الأعصار وبدأ بالصحابة الكرام ومرورا بفقهاء الأمة وانتهاءا بالمعاصرين بل قالوا بأنه لا يرى في الإسلاميين المعاصرين إلا مجموعة من الفاسدين المفسدين الذين هم أحقر من كل حقير وأخبث من كل خبيث طبعا هذا كلام كل أنا عندي المصادر حتى لا راح أذكرها أقول كلام مختصر راح أطلع بعد ذلك كل هو مصادره كل علماء الإسلام قالوا أنه الدعاء بأنه كل علماء الإسلام من لدن الصحابة إلى هذا يعني هم في نظره سدنة وكهنة هاي عدى بالصفحة 54 من كتابه شكرا بالله اعتبر بأنه يعني هو اسلوبه قالوا عنه بأنه يخترب من اسلوب فرج فودة فرج فودة من خلال تحقير الآخر والتهامة وأدانته فهو بالنسبة لهم كل ما عدل علماني هو شرير وحقير وظلامي ومستبد وصفاك للدماء وخطر يتهدد الأرض والسماء طبعا هو صحيح هذا أنه مو القول يعني أنه قريب جدا فرج فودة لأنه عنده حضور أعلامي كبير جدا يختلف عن المفكرين الآخرين هو أكثر شيء يعني قريب للناس العامة ورح أوضح السبب بعد ذلك هو أيضا هو أيضا يقول بأنه قال عن الصحابة هؤلاء القوم باعوا الدين مبكرين للسلطان ولا تعلم كيف يصدقهم المسلمون اليوم ويتبعونهم في خيانة كارثية للإسلام ونبيه وهذا وهذا من صفحة 210 بكتاب عن انتكاسة ذكر أيضا بأن الصحابة قاموا باستثمار انتهازي للدين من أجل مكاسب دنيوية بحث يوم السقيفة طبعا كنا نعرف يوم وفاة الرسول كانوا إمام علي وعائشة بيت عائشة هما عمر وأبو بكر والأنصار راحوا على السقيفة وظلت تلتيام مناقشات حادة جدا والرسول متوففة بدت الحروب الحرب أو النزاعات من لحظة الأولى لوفاة الرسول وأني عندي نظرية بأنه قبل وفاة الرسول كانت هناك مشاكل أيضا يعني بدت سلطة الرسول تقل آخر ستة أشهر من حياته وخاصة بعد عودة بعد الحروب الغزوات الأخيرة اللي قادها الرسول بنفسه وأدي أدلة على هذا كلام يعني مو كلام عام على كل حال قمني أيضا أول قال بأنه أول استثمار انتهاز للدين قام به هو أبو بكر الصديق عندما استغل الموضوع واحتج بحديث الخلافة في قريش والذي احتفظ به سرا حتى يوم سقفة فيما يتعلق بالصحابة وكبار الصحابة تحدث كثيرا سيد القمني قال كانوا أول من خالف نصوصا واضحة قاطعة ثابتة لا متشابهة ولا منسوخة بل خرجوا عليها وألغوا العمل بما لم يأدي ناس بالزمان منها حتى أن بعضهم خالفها لمصالحه الشخصية ومكاسبه الدنيوي علنا ودون مواربة كذلك يقول القمني عطلوا أحكاما وألغوا فرائضا وحرموا حلالا دون أن ينظروا قبل القرار في قوائد فقهائنا التي لم تكن قد اخترعت بعد أي يعني أشارة لأنه الخلفاء غيروا وبدلوا وبعد ذلك إجت يعني الخلافات لاحقا حدثت وليس سابقا ويقول بأن وصل الرأي بكبار الصحابة إلى تعطيل حدود ومخالفة نصوص قاطعة بل والعمل بعكسها دون عبر بفقه الثبات وقواعده الدموية فلم يلتزموا شروطا لما يفعلون سواء المصلحة بغض النظر عن قول النص في الأمر هذه أي كتاب لحظة أشوف أعتقد هو لننس النكس شكرا بل لادن قال أيضا لا تعرف أين تضع العهود التي نكثها الصحابة والرؤوس التي قطعوها وطافوا بها في البلاد هذه أشوفها من أي مرجع أيضا شكرا بل لادن صفحة 129 قال أيضا أن أفعال الصحابة والتابعين لم تكن كلها لصالح البلاد والعباد فعملوا بالرأي والتأويل إنما لجأوا للرأي والتأويل أيضا لأغراض شخصية ومنافع الدنيوية فأوقعوا بسببها المظالم الفادحة بصحابة آخرين بل ليس بصحابة آخرين فقط بل بحق شعوب بكاملها هذه شكرا باللادن صفحة 260 قال أيضا بن القمني فركبوا يعني يقصد الصحابة على موازين العدل الإلهي وغشوها لتعمل وفق رغباتهم ومصالحهم وأهوائهم حتى نفس المصدر شكرا باللادن صفحة 260 بعد ذلك وصف الصحابة بأنهم يعني يتهمهم بالصراعات الدموية والظلم نفس المصدر أيضا قال أيضا القمني قال علينا أن ننسى أن الصحابة بشر كان فيهم الصالح والطالح الصادق والكاذب صادق الإيمان والمنافق الأمين واللص النهاب وكان فيهم سارقة بيت المال وهو أمين عليه ومنهم التعامر على الآخرين ومنهم من اغتال بعضهم ومنهم من اغتالوا بعضهم من البعض وحاربوا بعضهم على أموال الدنيا وجاهها ووجاهتها واكتنزوا الذهب والفضة وأثروا سراء فاحشا بنهب أموال الناس هذا المصدر 262 شكرا بالله طبعا هذا كلام دقيق لا يمكن المشكلة ليس صحة الكلام وأنه لماذا يقول هنا القضية لاحظوا أنه يجب أن لا تقال حتى أطرق لهذا الموضوع هو الرجل لم يفعل شيء وطلع همالاتنا قال هذا تاريخنا أنتم لا تكذبون عن العالم هذا السببب هاي القصة كلها هو كل اللي يسوا هاي قل لك هاي أنتم هذا ما لشك لماذا تضعون عن الناس لماذا كذبون من الكاذب الآن أنا لو أنتم فهذا الضجيج يكمل وهذه اللغوة وهذا السعار كلها حتى يسكتون الناس وهما القضية وين شو السلفيين هو يقول لك أنه الدين هو كذا وكذا شو القمني يتحدث كأنما هو الله جل جل عليه ولا يقول لك هذا رأي ما يقول لك هذا رأي هو الدعوة انتهت أنا يقول الدعوة الرسول قال يوم أتمام لكم دينكم ماذا ما تستمر بالدعوة للإسلام على ماذا ستدعو الإسلام من أعطاك هذا الحق أوكي أدعو الإسلام بس تدعو شنو تدعو بصفتك من هل بصفتك رسول النبو انتهت لا يمكن أن تتجدد وختمت وانته الموضوع ولنا إعلانا صريحا اليوم أكملت لكم دينكم وأنا آخر إنبياء انت شنو سميني انت شنو انت واحد لديك دعوة للإسلام ما لك حق للإسلام هو مسلم وحتى المسلمين بأيام الرسول لا يدعون الإسلام بالمناسبة هناك مشكلة كثيرة يعتقدون بأن الإسلام كان يدعو أن الفتوحات طلعوا للدول العربية سوريا والإراق العربية صارت لاحق سوريا والإراق والشام وكل الدول يصورون وطلعوا ويدعون الإسلام لا ولا حرف واحد كتب التاريخ بأكملها الأمهات الكتب ولا واحد يقول لك احنا نسوينا فتوحات حتى ننشر الإسلام بالأكس النو كان اللي يريد يدخل الإسلام يقول لا 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 يريد يدخل الإسلام حتى يأخذون جزيرة وأزيد أكثر وأقول الرسول عندما كان يرسل السراية يقول لا تجبروهم على الدخول الإسلام الدعوة انتهت حتى الرسول لم يكن يدخل الإسلام ولا يريد الناس تقول الإسلام و70% من الناس كانوا حد القرن الثالث عشر كانت 70% من الناس المسلمين كانوا يقول ليه لا تكذبوا إلا يخلوهم مكذبون عاكم وقدما يقول السلفين بأن إحنا نريد الإسلام الصحيح قال هذا الإسلام الصحيح الذي رأونا يا القمني والخليل عبد الكريم ورح شوف فأنت فضيحتهم قالت لا إحنا نجعل الإسلام هل أنت نبي النبوة انتهت بأي حق تدعو فأنا هذا يعني بأي ضوية بس لأنه خلنا أخذ فاصل وقال أيضا القمني بينما تصر الدول التي غزاها المسلمون الأوال واحتلوا احتلالا استطانيا وقضوا على لغاتها الأصلية وكانت وعاء حضارتها وماضيها كلها فانقطعت عن هذا الماضي الذي تم تكفيره واستبعاده بحسبانه تراثا وثنيا كافرا ليبدأ تاريخها مع تاريخ الاحتلال المقدس لبلادها وتمت أسلمت شعوبها هذا عملية طمس تاريخ بأكمله باسم شيء لم لك حق انه تلغيش تراثه وتاريخ وثقافة شعب كامل وتأسلمه كما تشاء الاهل يقول انه يتحدث اكثر ولم يقضي هذا الاسلام لمن اسلم درجة بل ظل كل من اسلم هو موالي حسب على الموالي يعني اشبه بالعبيد في بلادهم وصاروا موالي وخدم لأسادة العرب الفاتحين وبالمناسبة المعظم اللي اسسوا اللي صنعوا الدين الاسلامي هم ذول الموالي لأنه كانت فرصة الوحيدة لأنه يتميز أن يكون تابع لشيء قبيلة أو عشيرة عربية قرشية تحديدا وشغلوهم مثل ما الآن تروح الخليج نفس الشيء يجب المثقفين من المثقف من الكاتب من الألمعي يجب شغلو وقتهم نفس الفكرة ونفس القضية هم بس قصور وحسب حتى المسلم نفسه مواطن درجة عشرة ربما بوطنة وحتى الآن رجل الدين لا يخرج بالشارع يستنكف ويتحدث مع الآخرين بعلو وغرور مطبيع وما شفت يوم رجل الدين دقباء فقير شفت يوم رجل الدين راح يفتر يساعد الناس لم يكن لماذا السؤال لنفسكم شوية راقبوا يفتحوا أيولكم المهم هم يتهمون بأنه كل هذا كلام لماذا يقولون أنهم مسلمين درجة ثانية وموالي وصار عبيد وأتباع فقط وما نحق الكلام ولا النقاش يقولون لا هذا أطيكم المصدر يقول هذا أن كل حرف من هذه الكلمات يشهد بافتراء القمني وكذبه وليس هذا مجال شريح ذلك أطيكم المصدر أيضا يعني هو واحد من كبار اللي ردوا عليه اللي حاول أنه ناقش يعني أو المحاولات النادرة قال أيضا هو هذا نفسه قال أنه وصف أصحاب الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله في القرآن بأنهم أصحاب عسابات ومصالح وتحاسد وتباغب وقال عما فعلوه يوم السقيفة لما بايعوا أبا بكر الصديق أيضا بأنه كل هذا مسألة تحاسد وتسابق وقال كلها إياه كانت ابتعاد متواتر عن قرارات الإسلام ومسخ لمعنى الشورى وضحك على ذقون المسلمين وتزييفا لوعدهم قال القمني شكرا بالله صفحة 286 قالوا بأنه يكره الإسلام بشدة وهو صحابة رسول الله فقال أنه فضل المسلمين زماننا منهم على شاكلته يعني على الصحابة الأوال وقال أنه هؤلاء كلهم يعني كانوا مجموعة من اللصوص والكذابين ومنافقين والأفاقين والغدارين ومن كانوا يقتصبون الصحابيات فهو يتحدث عن شواهد وقال أنه هناك كانوا زنات وكانوا يركبون نساء المجاهدين عند خروجهم للغزو وهي مشكلة المغيبات يسمونها يعني ممكن سيشوف يعني بالسيوط بالجوامع ويلقاها بالشيباني يعني سيارة كبيرة للشيباني هو ما أخذها يمطلح كل هذه السؤال قال أيضا هو كان بعض السحابة كانوا مو أدقي عن قياء لا كانوا يتخابرون لصالح المشركين وذكر نموذج حاطب بن أبي بلتع بالبخاري 1974 وأيضا بالمغازي يقول أيضا بأنهم القمني بعد زمن النبوة أثروا ثراء فاحشا على حساب أرزاق أهالي البلاد المفتوحة وقتلوا بعضهم بعضا بوحشية صراعا على المال والسلطان وأن آثام بعضنا اليوم بعد طول إبعاد عن ذلك الزمن القدسي يجعلها لا تقارن بالمرة مع آثام ذلك الرعي للأول هذه صفحة 157 شكرا بالله يستمر قال أن الصحابة كانوا يتحاربون على المال وعلى السيطرة على بيت المال في كتاب انتكاسة المسلمين صفحة 161 وأنهم كانوا سراقا لبيت مال المسلمين لما كانوا خزانته ولما اكتشفهم عمر ماذا فعل قاسمهم هذه السريقة هذا كلام القام يعني ما لا علاقة أذكركم المصدر والصفحة وذكر من هؤلاء سعد بن أبي وقاس وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة والحارث بن كعب وأبو عمر بن عاص وأنهم ضبطوا متلبسين واترفوا عمليا بهذا الجرم هذا وين انتكاسة المسلمين صفحة 362 وقال عن كبار الصحابة الأقربين ولو ذهبنا للزمن زمن الخلافة حيث كبار الصحابة الأقربين بعد موت نبيهم بعد موت نبيهم لو وجدناهم غير مؤتد يعني لا يحترمون مبدأ الشورى وكما لو أنه لم يكن موجودا فتولوا الخلافة بدون شورى بل بمصاحبة العنف عند لزوم الأمر وقال أيضا وأفل مبدأ الشورى تماما مدخالفه صحابة النبي الكبار عندما تعلق الأمر بكرسي الأمارة أيضا لم يسلم الأنصار منه قال اتهمهم بحسب بعضهم البعض وحاولوا تولي الإمارة وقال أنه ذهبوا إلى السقيفة يتبورون المنصب المأمول وتنابذوا واستخدموا الأنف الكلام وقال عن الصحابة كذلك أن الشأن كان شأن سياسة سياسة ودنيا وإمارة فيها صراع ونواز بشرية هو الخلاصة أنه وكل طرف لبس رداء الإسلام حتى يمارس بإسمه سياسة الدنيا قال أما عن حكاية كما يسميها إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة وقال بأن هذا الإجماع كان لصالح فئات دون فئات ومسلمين دون مسلمين ومصالح دون مصالح وما قصد به وجه الله مما أحاطه بكثير من الشكوك والارتهاب مواضيع أخرى قالها بعد طبعا هو فصل القمني تفصيل كبير وخطير جدا في قضايا جنسية الحوادث الجنسية في المدينة زمن زمن حكم الرسول وتحدث عن أشياء كثيرة أمرأة تباع وتشترى واحد يروح يشتري تمر من أمرأة ويحضنها ويقبلها واحد ثاني أمرأة نائمة يصعد عليها ما يدير بال أي شيء واحد رابع ينكح مرتبه زوجة أبيه مثلا أو عاشرها دون عقد ويعني كثير مفاخدة جارية السيد ومملوك وهكذا كلها مطلحة يعني كلها غامز ولمز كما يقولون الجماعة المهم ماذا قال القمني عن خلفاء الراشدين قال كان كبار السلف مثل أبو بكر وعمر وعثمان هم أول من أنكر وبدل وعطل حدودا وأحكاما وفرائض بحسابات مصالح تغير الزمن وما مضى على رحيل نبيهم إلا سنوات هذه صفحة 228 شكرا بالله وقال أيضا بأنه جرى اتفاق بين عائشة سيدة عائشة وحفصة للعمل على ما فيه مصلحة والديهما هذا أيضا نفس المصدر صفحة 243 وأن دولة النبي صلى الله عليه وسلم ودولة الخلفاء داخل تحت منظومة الاستبداد الشرقي هذا من كتاب انتكاسة كذا بيتين واثنين صفحة 222 وقال عن تاريخ الخلافة الخلافة الراشدة لأنها كانت حكومة ثيوقراطية عسكريا وكان هو يمثل الدكتاتوري الكاملة وهذا ضمن كتاب آخر لتركي العنف والمقدس والجنس قال عن سياسات أبي بكر وعمر واثمار قال كان كلها صراعات على الدنيا ولحوقا بمتغيراتها وقال لذلك لم تكن الخلافة التي يصفونها بالإسلامية واللي طبعا كما نقال في السلفية يرجعون للدين الصحيح وهذا دين الصحيح اللي يتحدث عن القمني وهذا السبب اللي خلاهم ينفجرون ضده قال لذلك لم تكن الخلافة التي يصفونها بالإسلامية منذ فجرها مع أبي بكر وحتى انتهائها سوى خلافة عنصرية لعنصر لعنصر سيد أطفى على سيادته ثوب الدين كمظلة شرائية لفساده السياسي والديني والإنساني والأخلاقي هذا من كتاب أهل الدين والديمقراطية صفحة 104 وقال أيضا بني الخلافاء الراشدين لم يفوه بالوعد يعني إشارة لأنه عثمان قال سأسير على سيرة الخليفة عمر وأبو بكر لكنه لم يفعل ذلك أما طبعا بايد أنه خليل عبد كريم الله يرحمه قال بدأ الالتجار بالإسلام وبكرا في سقيفة بني ساعد بعدها استمرت الموضوع قال طوال 14 قرنا تحت عنوين مختلفة أما القمني قال أين فضاعات جيش أبي بكر الصديق مع المسلمين الذين خالفوا بيعته وامتنعوا عن أداء الزكاة إليه والوحشية التي عامل بها الأسرة وحرقهم بالنار مقموطين يعني قمطهم وحرقهم بالنار وأيضا ألقى ببعضهم من شواهق الجبال وأيضا نكس بعضهم داخل الآبار كما يعني بشيء يذكر الله يرحمه خطير المسكين الطفل الريان ما توصل إليه القمني بعد ذلك أنه الأمر بأكمل عبارة عن سياسة وليس قضية الدين كما صورها لنا الفقهاء وصنعوا لنا تاريخا ورديا مثاليا اسمه الخلفاء الراشدين وما إلى ذلك هذا كلام القمني ورؤيته وتحليله فقال بأنه الرؤية المتعنية الفاحصة وراء تلك كل تلك الأهوال اللي حدثت للمسلمين على يد حكامهم المقدسين لا يمكن أن تفهم إلا بهذه الطريقة على ضوء متطلبات السياسة فهي مما لا يبرره أي حسن أخلاقي نهيك عن أي دين كان كان هذه صفحة 100 شكرا بالله أما خلافة أبي بكر فوصفها بأنها خلافة انتهازية مبكرة واللي سمع بهذه الانتهازية هو طبيعة النص المقدس نفسه وهذا حمل المسؤولية للقرآن الكريم وهذه أهل الدين والديمقراطية صفحة الأولى أعتقد مواضحة وهذا مسألة واضحة أنه طعن في الدين نفسه وأنا أداما نقول أنه الدين الموروث مشكلتنا ليس بالفقهاء ولا برجال الدين مشكلتنا بالنص الذي وصلنا والذي تم إخراجه وإعداده في القرنين الثاني والثالث الهجريين هذا كثير من الفيديوهات حدثت عن هذا الموضوع ما لدي أحدش بالآن قال أيضا أن أبو بكر تولى الخلافة دون شراء وهذه العملية التولى حدثت بمصاحبة العنف وبل أنه العنف كان أبرز عناصر باعة أبو بكر هذه صفحة 277 شكرا بلاد أما أهل الردة فهم بالنسبة لسيد القمني مجرد معارضين سياسيين لخلافة أبي بكر ولم يجدوا وسيلة للتعبير عن ذلك إلا بمن الزكاة صفحة 213 إلى 219 شكرا باللاد وأن هدف أبي بكر بحروب الردة كان هدف سياسي واضح وهو أخضاء المعارضين له بالقوة وهذا أدى لارتكاب مجازر بشعة كالتنكيس في الآبار كما قلنا والإلقاء من شواهق الجبال والحرك بالنار وقال أيضا أن أهل الردة كانوا يجمعون الزكاة ويوزعونها على الفقراء التزاما منهم بهذا الركن الإسلام يعني قال هو ما ممتنين عن زكاتهم ووزعوها الفقراء وزاد كلا لم يؤفي هذلك مع هذا لم يؤفي هذلك من جز الرقاب والحصد بالسيف والإذلال بالسبي للنساء وأطفال المسلمين والمسلمات وليس على الطريقة النبوية السابقة حتى المسلمين المسلمات يتم سبيهم وقال أن أن أبا بكر فرض نفسه أميرا على العرب ووصف خلافته بدكتاتورية كاملة المواصفات هذه شكرا باللاجن صفحة 289 وأنه أي أبو بكر مارس عنفا غير شرعيا على المسلمين وأنه قام بتصفيات تصفية آل البيت رسول وأيضا نفذ عدد من عمليات اغتيال عدة شكرا بالله 280 أما عن عمر بن الخطاب فوصفه بأنه أحد كبار المتآمرين على المسلمين وأيضا أنه حاول رشوة عمر رسول العباس من أجل موافقة على خلافته وفشلت هذه المحاولة هذه صفحة شكرا بالله 288 و289 أما عن عثمان بن عفان فقال يعني مو هو أنه مخلافته تسمى المحابات الذوية ذوية وسوء تصرفهم بأموال العامة وأيضا هو اقترض مبالغ ضخمة جدا من بيت الآن ولم يسجد ها دائما وكل مرة ما يسجد هذه محمد الشرفي اللي كان وزير وزير في تونس أيضا اتهم فرج فودة فرج فودة أيضا بالمناسبة معروف أنه اتهم عثمان بأنه مضطرب في حكم القمني اللي ماذا قال عن عثمان قال بأنه دفع أموال باهظة لأقاربة وطرد الصحابة الفقراء اللي من أبو هريرة وأيضا عمر بن ياسر شيق بطنة وضربة وأيضا آوى أعداء النبي اللي كما معروف أنه المروان بن الحكم والحكم من اللي طرتهم الرسول ومنحهم من العودة وأيضا العثمان كما نعرف عبد الله بن أبي سرح من الذين كانوا يتعلق بأستار كعبة وشفع له عثمان أمام الرسول بعد ذلك تخيل هذا صار والي مصر مصر بلد هذا العظيم الأملاق هذا عبد الله صار والي مصر اللي كان هو يكتب القرآن ويقول قال أنا أكمل الآية من عندي أكتب كيف على كل حال فضايح وقال أيضا لا تعرف أين تضع سلوك الخليفة الراشد عثمان في تحريق المصاحف ولا نهبه لمال بيت مال المسلمين وتوزيع هذا المال على أحبائه وأهله طبعا هو بيت مال المسلمين وكل غنائم وأرباح من فلوس الناس الفقراء في مصر والسورة والشام يأخذون فلوس مجزي ويحاولوها هذا صار بيت وعن المسلمين هذا نفس أيضا القمني يقول هو شسمه يعني تم توزيع على الأقارب والأحبة أيضا الأثمان يقول قمع كل من اعترض على قراراته بعنف وكما فعل مع عبد الله بن مسعود حبيب رسول الله الذي أوصى بحبه وكيف سبه علنا سبا خبيحا وضربه حتى كسر أحد أضلاعه ومنع عنه عطاءه ثم جلده بالصياط عندما قام بدفن صحابي جليل كان معارضا لعثمان وهو أبو ذر الغفار أما عن عائشة أم المؤمنين فقال القمني قال ولا أيضا لا تعرف أين تصنف سلوك عائشة بنت أبي بكر التي اشتغلت بالسياسة والفتوى بصفتها أرملة للنبي وقامت تحرض الناس ضد الخليفة عثمان عندما أنقص من عطائها واتهمته بالكفر الصريح مستثمرة وضعها كأم المؤمنين وكانت تناديهم تنادي الثوار يقتلوا نعثلا فقد كفر أما موقفها من إمام علي فأيضا اتهمته بدم أثمان فهذا أيضا موضوع سياسي يعني بعد ذلك وهذا الحرب التي أدت إلى مزقة صفور المسلمين من ذلك اليوم حتى هذه اللحظة طبعا بمناسبة وهذه التي مات بسببها كما يقال سبعين ألف واحد بسبب معركة الجمل و معاوية لم يستقم الأمر بينه وبين معاوية إلا عندما سدد عنها ديون ودفع لها 18 ألف دينار لقاء هذا ديون عائشة خير 18 ألف دينار دينار بالمناسبة في ذلك الزمن كان يعادل إذا حتشينا الآن يعني ما يعادل أنا مرة حسابتها 18 ألف دينار سدد ديون يعني ما يعادل في هذا الزبان حدود يعني عشر مليارات دولار صدقون نعم ممكن تسوون حسابات الدينار الذهب الذهب في ذاك الوقت أيضا قمني نال من أسامة بن زيد فقال ما حملت أسامة بن زيد فلم يكن لها من غرص سوى القتل والتحريق والعودة بالغناء من الممكنة وإرهاب للروم لأن الإرهاب كان أحد أعمدة الدعوة ووسائلها إلى النصر يتحدث أيضا عن عثمان والزبير وأبو بكر وطلح وعبد الرحمن وطبعا بالمناسبة صديقة فرج فودة تهموا بتكديس ثرواء ضخمة مع أنهم لم يكونوا يملكونها حسب زعم فرج فودة قبل الإسلام ويعني معروف أنه يعني يقال بأنه كان أسرياء لكن هذا الكلام هو كل روايات فيه روايات الآن نأتي إلى الكلام الدقي الأفضل عن علماء الإسلام قال القمني أن الفقهاء أنفسهم شاركوا في الإحتيال على أحكام الدين أما الظلم الاجتماعي والقهر الفكري وسحق المخالف فقد اجتمع عليه كلاهما السلطان والفقهاء هذا شكرا بلادن وقال أيضا أن تجاوب الفقهاء كان مع رغبات السلطان حتى اخترعوا لهذا السلطان الأحاديث النبوية وبعد ذلك لجأوا لكل الحيال الشرعية لتبرير أهواء السلطان ونزواته وأدانوا بالمطلق كل موقف المعارضة حتى لو انطلق من آيات الله وشرائعه ووصموه بالرافض المعطل المرتد الكافر وقال عن الفقهاء القمني فدافعوا هؤلاء عن الخلفاء الذين ضربوا الصحابة وجلدوهم وركلوهم بالنعال وعدموهم حرقا منذ حروب أبي بكر مرورا بدرة عمر وتجسسه على العباد حتى صوت عثمان وتكسيره أضلاء الصحابة إلى تقطيع أوصال المفكرين علنا وسلخ جلودهم بفتاوى فقهية سحقت كرامة بني آدم أما في كتابه أهل الدين والديمقراطية فصب جام غضبه على العلماء الرسميين وغير الرسميين كما يقول واحد من المحبين جدا لسيد القمني فاتهمهم يقول بأبشع النعوت ووصفهم بأخص الأوصاف وقال أنه ما قاله القمني عن هؤلاء أن صناء الحضارة لم يكونوا من رجال لأديان السماوية الثلاثة بل كانت الحضارة أنشط قبل ظهور إكليروس الأديان السماوية ثم نتحضر الحديث لم يحدث إلا بعد التخلص من سطوة الكنيسة ولم يحدث لبلد إسلامي واحد سوى تركيا التي تحركت مع أتاتورك نحو الحضارة يقول أن الحضارة والتقدم لم يقم بهما يوما رجال الدين بل كانوا دوبا معطلا وقامعا ومانعا والموت ضروري للتطور لأنه لو لم يكن هناك موت لما كان هناك تطور جديد فالتطور يعني موت القديم ليفسح المكان لمولد الجديد هذا يا كتاب أعتقد ما واضح عندي المهم اتهم أيضا القبني الفقهاء بالتلاعب بالخطاب القرآني ودعا إلى زاحة الفقهاء وأمت المذاهب من طرق طريق البحث الألمي لأنهم يمثلون عقبة في اتجاه التقدم ووصف العلماء بالخضوء والعجز والانتهازية أيضا طبعا الإمام الشعفي نال ما نال من القبني لكن قبني عادة ما يدخل يأخذ الجانب التاريخي السهل الحوادث وكذا لكن ما يدخل بجانب فكري مثل محمد أرقون وبقية المفكرين هو يأخذ الجوانب اللي بها إثارة عادة نال أيضا من مستوى الفقهاء العلمي وقال بأنه مستوىهم المعرفة أدنى من المراحل التعليمية الابتدائية في زماننا يعني الفقهاء ذلك الزمان الآن هم يعني ممكن الطلبة في المستوى الابتدائية هم في نفس الوعي فقال بالعكس أنه الآن الأطفال في هذه السن هم أعلى مستوى من الفقهاء المتقدمين وطبعا يعني كان هو مبالغات عدة كثيرة على كل حال في كتابة الأسطورة والتراث قال أنه هناك شفوه اتفاق على أن الدين ابتدائي هو في ظهور مثل ظهور الأسطورة الأسطورة ونشأ نتيجة الجهل المعرفي وأتبر أن الأساطير هي جزء أساسي من الإسلام وذكر أمثلة لهذه الأساطير وقال هنا هي مجموعة الأساطير التي أتت في القرآن والدين الإسلامي هي مجموعة خرافات وأقاصيس وهي مجهولة الأصل والمؤلف بل أحيانا المنشأ والتاريخ وموضوعها الآلهة والأبطال من أساطير الإسلام قال أن هي بعضها كثير من أنتقلت عن طريق المصريين القدماء منها فكرة البعث والحساب والجنة والنار والصراط والميزان وشهادة الجوارح على الميت أيضا قصة سليمان والإسراء والمعراج وناقة صالح ومنها دابت البراق ويأجوج وماجوج وقصة شعيب ونوح وغيرها قال أيضا من الأصول الإسطورية من الأصول الإسطورية للإسلام حسب القمني الحج والطوفان وخلق الكون والحجر الأسود والأضحية والأعياد وغيرها وأيضا قال بأنها منها تقديس كوكب الزهرة وعن طريق تقديس يوم الجمعة الذي هو مكرس في الرافدين يعني في الأراق لعبادة الزهرة أي أنه جعل يوم الجمعة صار مقدس لأنه هناك علاقة بعبادة الزهرة وأنا أيضا أعرف أنه يعني أكوش كانت ديانة عبادة النجوم من واحد من يعني والد والد أعتقد آمن والدته كان من عبادة النجوم كما تقول روايات يا كلها روايات ومن ومنها تقديس أيضا تقديس الكواكب الخمس السيارة وهي التي أشار لها القرآن بالخنس فلا أقسم بالخنس أي التكوير 15 وذكر أن في التفاصيل الإسلامية صدى لما أعتقده البابليون في قدرات كوكب الزهرة الجنسية هو كوكب الزهرة أيضا أشتار وبينوس وأفروديت يعني وأيضا هو واحدة من آلهة مكة والكعبة راح من بالي أعتقد هو المنات وال دشرة وبل أن القمني قال بأن الولي الخضر ليس إلا أسطورة هي أسطورة الإله تموز ديموزي عشيق الإلهة الزهرة طبعا تموز والزهرة هو أكون نظرية أخرى بأن هناك الله والأب والابن والأب والابن القمر والشمس القمر والشمس والزهرة الأب والأم والابن الأب هو القمر والأم هي الشمس والابن هي الزهرة فهذول الثلاث يتحول إلى ثلاث في الديانة المسيحية وأيضا يتحول إلى ثلاث حتى في الإسلام لأنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم أكو ثلاث يتحول دائما موجودة بالديانات توحيدية يحتاج لها مسألة دراسة عميقة أميقاً 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 مع النجمة رمزا للزهرة أما الشهور فالبقية قمرية والحج بقية قمري والصيام بقية قمريا فالعلة في الصيام الأيام البيض السبب لأن لياليها مقمرة هنا أختم بمقولة لحسن حنفي المفكر الراحل أيضا الذي رحل من فترة قريبة أيضا قال أنه كان من الذين كتبوا في أوائل كتب القمني أن هناك محاولات عديدة قبل الرسول ولكن لدراسة التاريخ للرسالة لكن الرسول ربما هو آخر صياغة ناجحة لتأسيس وهدة العرب بعد شعراء الصعاليك وقصي بن كلاب الذي وضع له فصلا خاصا نتحدث عن ما فعله القمني وقال أنه الرسول وبث الكثير من المتنبئين ومن الذين خاطبوا السماء فلذلك فأنه في بعض النصوص التي يأتي بها نص لعبد المطلب وهو يخاطب السماء يسجعه بما يشبه نصوص القرآن الكريم وهذا ما نجده بالفعل أنه بالخلاف بينما أتى به الرسول وبينما كان سابقا عليه كان خلافا في الدرجة وليس في النوع واعتبر أن هذا الفتح وكشف كبير أي معنى أن القرآن والرسول هو جزء من مشروع الهزب الشائل الهاشمي اللي هي فكرة طلاحها القمني وقال بأنه فكرة النبو وفكرة السيادة قريش على المنطقة بأكملها هي فكرة قديمة كانت لعبد المطلب والرسول بقى محتفظ بها وهو اللي نجح بتنفيذها من الأقوال القمني أنه اللي يقول أن الإسلام ليس إلا نسخة معدلة من اليهودية والنصرانية وهذه المسألة خطط لها مسيحيون وخنفاء أنا ما متأكد من هذه المعلومة بس أنا شبتها موجودة كتبتها بس أندي شك في نسبتها للقمني ولكن الأكيد أنه قال بأنه الإسلام هو حزب هاشمي أسسه جد النبي عبد المطلب وأكمله محمد ما يتعلق بعلوم الإسلام العلوم الإسلامية فقال استهزع القمني بها وقال بأنه بكل علوم الإسلام وسمها كلها أساطير ولا تستحق تسميتها ووصفها بأنها علمية قال في انتكاسة كتابة الانتكاسة صفحة 40 هناك أساطير تسمى علوم مثل علوم الفقه وكتب الفتاوى والموقعين عن رب العالمين قال هذه كلها لا تستحق وصف العلوم وهي بالفعل لا تعتبر علوم يعني يعني بغض النظر عن المبالغات هي معلوم يعني بالمعنى العلم المنهج الحديث لا تعتبر علوم ولا ولا أقرب ولا تقترب لهذا الموضوع لأنه تقيم كل هذا العلم على نصوص لغوية فاللغة لا يمكن أن تؤسس علم على اللغة على يعني معانى اللغوية لأن هذه المعانى أصلا رجراجة يعني أنت كلها ما تقيم يعني تسوي علم على غيمة أو تسوي علم على الجبل في الريح فيعني شو رأيت فأنت ممكن تسوي علوم ألف علم على الجبل في الريح لكن لا يوجد شيء ملموس على كل حال الطرق إلى أصول التشريع الإسلامي هناك أصول التشريع الإسلام صار كلام كثير عنها الطرق إلى القمني أيضا لكن هنا محمد أرقون قال بأنه كلها غير قابلة التطبيق القمني قال بأنه كل أصول الأركان الدين كلها غير قابلة أحكام الدين وأركان الدين وكل شيء وأصول الفقه كلها غير قابلة للتطبيق وغير قابلة لأن تكون أو تصلح لعصرنا الحالي أيضا قال بأنه قراءة قرآن مسألة تتعلق بالتفسيرات لا أول لها ولا آخر أما الحديث مسألة الحديث فقضية معقدة جدا والحديث هو مجرد عملية اختلافات كثيرة ومستمرة إلى ما لنهاية بعض النصوص الحديث بعضها يعني بعضها ممكن حصرها وتدقيق فيها لكن بعض القلة القليلة من هذا النصوص المهم أما ما يتعلق بالإجماع فقال هو نادر ما كان يتحقق هو عبارة عن فكرة نظرية طبقت على بعض المسائل ليس أكثر أما وصفة لعمل الأصوليين أنه عملهم كان بخلل واضح ولماذا؟ لأنهم فصلوا آيات القرآن بعضها عن بعض وفصلوها عن سياقها الخاص والعام وتعسفوا في ذلك خالفوا بهذا أبسط قواعد اللغة والمنطقة فيما يتعلق بالإجماع يرى القمني بأن الإجماع الذي وضعه الفقهاء هو باطل ويقوم على أساس من القهر والغلب والسلطان وأيضا لم يستعمل إلا لإقصاء المخالفين القمني أيضا قال بأنه الفقهاء وضعوا لهذا الإجماع حديث نبوي وقالوا لا تجتمع أمتي على باطل وقال أنه أن المفارقة أن هذا الإجماع ذاته هو الباطل نفسه فصيحا ساثرا علينا ما أعرف وين بالضبط هذا بعدين راح أرفق الحلقة برابط يذكر يعني الكلام الشواهد يعني الصفحات والمصادر أيضا قال أيضا بأنه مهما بحثت وراء هذا الإجماع أو اسطولة الإجماع فلن تجد سوى القهر وحده للناس وفرض فكرة الاجتهاد السلطاني عليهم وقال أيضا أن ما كان رأي الجماعة دون مناقشة هو رأي السلطان أو الخليفة ومصالح فيما يتعلق بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال هذه القاعدة الفقهية يعني 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 كارثة بعنى المعاني وأنها وضعت خصيصا في عصول التخلف لخدمة الصلاطين وهي تفتح الاستخدام الانتهازي الصريح للدين بل وتبرر للصلاطين آراءهم واتجاهاتهم بل وحتى نزواتهم هاي صفحة 2 في رب الزمان الغمني يرى بأنه الدين يتلخص في مقاصد الشريعة وهي التي تقدم على كافة النصوص مقاصد الشريعة هي تلخص كلها بجملة وهدة هي مصلحة العباط وكل ما يحقق هاي المصلحة هو الشرع شرع الله وحده فبعض طبعا يقول لك لا أنت معنات شدري يعني تجارة الخمور مثلا والبغاء إذا تحقق مصالح مصلحة العباط ومصالح الاقتصادية فهل نحللها يعني فهي مو به طريقة التفكير لكن هو فعلا وكلام أنه مقاصد الشريعة ومصلحة الناس يعني وشن ندعي وجود الدين أصلا هو واحد بين الناس وواحد كلمتهم ويجمعهم تحت إطار واحد وهو هاي مفهوم الدولة القديم النموذج الديني القديم مو بس الإسلاميين كل كل أنواع السلطات القديمة أنه يعني ياخذ حقوق بس ما ينطي يعني هو يطيك حق واحد فقط بأن يهميك ما ينطيك أي شيء آخر قدت عليك أن تقدم الولاء والطاعة والفلوس والمال والجبال والخراج وكل شيء والضريبة يعني تقدم كل شيء تقدم حياتك للسلطة وللدولة وما كان هناك دولة بسيطة أنه مجموعة حكام متسلطين أرستقراطية أو برجوازية مو برجوازية أرستقراطية وطبقية وحولهم طبقة من رجال الدين اللي شرعوا لهم ويبرروا لهم كل شيء يحدث وهما أيضا وسطاء بينهم بين الجمهور وهؤلاء جميعا يحميهم العسكر فهي ثلاثة الدوائر هم هؤلاء يحمون كل شيء وما مطالبين الجمهور مطالب بس بالعبادة والطاعة هو بالضبط هذا الإسلام هذا النموذج الإسلامي عندما نتأمل به هو هش وحتى نشوفون التعليقات الآن نروح نشوف التعليقات على القم وعلى وعلى الطفل ريان وأنه القضاء والقدر والتقبل كل شيء وسرعة أختم الموضوع بفكرة الأشعر هي هاي الأشعر يقول هذا الإسلام الآن اللي عندنا هنا هذا يعني هذا هو منطلقة شنو أنه الدين وحي إلهي وهذا هذه المواصفات هي العقيدة الأشعر قال ما تقول هذه الأشعر العقيدة تقول أن كل ما يحصل هو بفعل ربنا أنه هو الفاعل الوحيد ومعنى أنه لا يوجد أي دور وأي مهمة يقوم بها الإنسان كل ما يحدث هو بفعل ربنا وهو الفاعل الوحيد وهذا إحنا ما موجودين المسلم ما لعلاقة حتى إذا حدث شيء ما مطالب هو يحدث هذا خلص الفاعل هو ربنا مو أنت بالتالي كما قلت رحوا الآن حتى للاختبار رحوا شوفوا التعليقات تعليقات على هاي الحادثين يعني أهم ثلاثة حواجس في الآونة الأخيرة الأيام الأسبوع الحالي هو القيمني وفاة القيمني وفاة هذا الطفل الريان وشوفوا شوفوا التعليقات بالآلاف شوفوا كلها كأنما كوبا بيست المهم الفكرة الأشعارية تقول بأن الموت والحياة ليس بيدنا ولا ولا المرض ولا الرزق ولا العمل ولا الحاكم الحاكم أيضا كل ما بيدنا نحن لا لدينا شيء كبشر ما لدينا علاقة واجبنا بس الطاعة والعبادة ولا نتدخل في قضايا ما لدينا علاقة كل شيء بيد الله يجينا حاكم نطيع يطيع حظنا يعني نمج هم نقبل أولادنا يموتون هم نقبل لأن هاي قد يعني إرادة الله فبالتالي كل شيء خاض للإرادة الإلهية من هنا نحن راح خلينا هذا الكلام هاي العقيدة خلينا نفهم بأنه لماذا القمني وأركون وكثيرين وشحرور أيضا يثير عصاب هؤلاء لأنه هنا شعوب تعلمت على هاي العقيدة القاتلة التي دمرت حياتنا وأنهت كل فرص لتقدمنا وحان الوقت للقضاء عليها السؤال الأخير قبل أن أختم لماذا كان القمني مزعجا ومسموعا من قبل الجميع من قبل أحب من يحبونه ومن يكرهونه هذا السؤال مهم جدا لماذا القمني وحده ورغم أنه عمق المعرفي والفكري ليس عميق ولكن كان مؤثر وهز رجل ثوابة التي يعتقد الجميع بأنها لا يمكن أن يتطلق عليها أحد ولا أن يحاول أن يفهم أو يتحرش بها لماذا هذا سؤال مهم فأختم بكلمة للقمني وأشكركم ومع السلامة ما لا أستطيع أن وفق أنا أكفر بالعب العب أنا أرفض أن تقول ليش هناك عبد يمكنك أن تشتري يقول النبي العبد الآب كافر حتى يعود إلى بوالي يعني فيه عبد مسلم هرب هو كافر لحد ما يرجع ليسين ويفضل عبد يا أخوان أنتو علمتونا في كتبكم الإنسانية أنه الرجل يعمل كده نحمله ده مسيح المياتين ونحيين ونرفع من خطر ومن شاء العبد العبد ده حق عظيم أنا أرفض هذا أنا أستنكر وأنكر أن أسفي امرأة في حرب أو أشتري امرأة بمالي وأمارس عليها ما قاله سمعاني في الأنساب في جزء الأول صفحة 207 وضع الجال هو ركوبها هو كما يركب الداب أو بالشرار من السوق ويطأها بملكها هو امتلكها بالفلوس يطأها بهذا هذا هو فالصف أو ما منجت أيمانكم فإنهم بير المؤلمين ست المؤمنين وفيه 23 آية 23 صورة تتحدث نفسي الحديث أنا أرفض هذا المعلوم التي تتضرورة فهل أنا كافر يا أزهر أم هل أنا كافر يا إنسانية المرأة كانت في سوق مكة ويثرب تقف كما ولدتها أمها يراها الرجل والمرأة والطفل والطفلة ويمكنك أنك أنت تتحسس البضاعة المعروضة عشان تشوفها وأنا أقولت كده الكلام زي ما كان عبد الله عبد الله عمر بيعمل كان يرمزه ويحسس ويشوف ويمت ييده على حية ويحط ييده بين السلين ويبزهم وبيعين كموسة هايستخدمه ترجمة نانسي قنقر